اشتركوا في القناة 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 قال ستحدث للمدرب صاحب 48 سنة وتعين المدرب الذي قد منتخب الأوردن إلى نهاء بطولة كأس آسيا 2023 وفي هذا الإطار ذكر موقع العربية الجديد أنه حصل على معلومات من مقرب من الرئيس فوز القجاعة أكد من خلالها أن الأخير لم يتصل بالمدرب عموت من أجل مناقشة خلافته المدرب الحالي وليدر جراكي وتبعدت المصدر لم يناقش فوز القجاعة أي شيء مع الحسين عموت بشأن إمكانية تدريب المنتخب المغربية خلفا لوليدر جراكي كلما في الأمر أن بعض الناس اختلطت عليهم الأمور عندما صرح عموت أخيرا بأنه عرض عليه تدريب المنتخب المغربي في مرحلة صابقة ورفض وهذا أمر صحيح لكن الأمر كان قد حصل في الفترة التي قررت فيها الجامعة المريكية المغربية لكرز القدم الانفصال عن البوسني وحيد خلال زيتش المدرب السابق للمنتخب المغربي وتبع المصدر واليدر جراكي هو المسؤول الأول والأخير عن المنتخب المغربي في الوقت الحالي ويجب أن نساعده لكي ينجح في مهمته ولن أخفيكم سررا بأن رئيس الجامعة فوز القجاعة يحرص على تلبية أي طلب للر جراكي أي شيء يحتاجه المدرب نحاول توفيرها نريد أن يعمل أعضاء الجهاز التدريب في ظروف احترافية يذكر أن المدرب اليدر جراكي يعمل في الوقت الحالي على تجهيز قائمة لعب المنتخب المغربي الأول الموسعة التي تشهد مشاركة 36 لاعب قبل تقليصها لتشمل فقط 25 لاعب ستوجه الجامعة الملكي المغربي لكرز القدم الدعوة لهم من أجل خوض معسكر تدريبيا في مركز محمد السادس لكرز القدم قبل الصفر إلى مدينة أغادير لخوض وديتي الشهر القدم ضد الأنغوليين والموريطانيين موسيقى